تستضيف مملكة البحرين في شهر أكتوبر من عام 2024 منافسات دورة الألعاب الدولية للرياضة المدرسية والتي ستحظى برعاية ملكية سامية من لدني جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نعم وتواصل مختلف الجهات المعنية استعداداتها لإنجاح هذا الحدث الدولي فلطالما أظهرت البحرين جديتها وقدرتها على مواصلة سلسلة تمييزها في استضافة البطولات الرياضية المهمة على المستوى الإقليمي والدولي في شهر أكتوبر من العام 2024 ستكون البحرين على موعد مع احتضان منافسات دورة الألعاب الدولية للرياضة المدرسية والتي ستحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك الملاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وبرؤيته سمو الشيخ خارج بن حمد آل خليفة النائم الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أظهرت البحرين جديتها على مواصلة سلسلة تمييزها في استضافة المطولات الرياضية الهامة على المستوى الدولي كونها تسهم في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وتعد وسيلة مثالية لترويج اسم المملكة من جهة والمساهمة في النهوض بالمستوى العام للرياضة البحرينية جراء احتكاك لاعبي المملكة الشباب مع أقرانهم من مختلف لاعبي دول العالم من جهة أخرى نيلو البحرين الثقة التامة من قبل الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بقدرتها على توفير العوامل كافة لإنجاح منافسات دورة الألعاب الدولية للرياضة المدرسية 2024 استند بالدرجة الأولى على تجارب المملكة السابقة في استضافة الفعاليات الرياضية المتلوعة والتي لاقت عظيم الإشادة من قبل مختلف المنظمات الرياضية وهذا ما ستستمر المحرين على المحافظة عليه للخروج بدورة ألعاب مدرسية مميزة الأمر الذي سيضاعفه من حجم المسؤولية الكبيرة الملقات على كاهل أرض الخلود لمواصلة السير على خطة تميزي في مجال استضافة المسابقات الرياضية وعكس الصورة المشرقة عنها وعن قدرة أبنائها على القيام بالمسؤوليات المترتمة على تنظيم المطولات الرياضية المختلفة وتحديدا التظاهرة الرياضية العالمية المتمثلة بمنافسات دورة الألعاب المدرسية توفير البحرين لمختلف الإمكانات الكفيلة بحصد العلامة الكاملة في استضافتها لدورة الألعاب الدولية للرياضة المدرسية 2024 والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة ما يزيد على خمسة آلاف طالب من ثمانين دولة حول العالم بان من نافذة العزم على الإعداد الأمثل للمنشآت والمرافق الرياضية التي ستحتضن منافسات دورة ضامة لخمس وعشرين رياضة تم تخصيص أربعة عشر موقعا لتنفيذ ألعابها ومرامجها المتنوعة حيث تسخر الصلاة بأرضية دولية معتمدة لمختلف الألعاب الرئيسية في الدورة إضافة إلى المرافق الخاصة بالحكام وأماكن التدريبات بالشكل الذي يتوافق مع الاشتراطات الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية اشتركوا في القناة